واحد من الحاجات يمكن المميزة كمان ان المقبرة فيها اثار للابن بن نفر والزوجة منشدة امون ميرت امون اعتقد ان الشغل فيها ابتدى من 2013 ولسه منتهي دلوقتي فترة طويلة جدا استغرقها الترميم والشغل اللي حصل وطبعا الموضوع الترميم بالذات بيبقى موضوع مهم جدا لانه احنا بنعيد بنحاول نعيد المقبرة لما كانت عليه في القديم وخاصة طبعا لو فيها الوان بتبقى الشغل فيها دقيق حتى احنا بنسميه عرفيا فيه عندنا في الشغل بنسميه ترميم دقيق يعني جاي من الضقة وجودة العمل يعني فطبعا المناظر يعتبر خدت الوقت ده كله طبعا احنا مرنا فترة برضو فترة التوقف شوية وبعدين البعثة بيبقى عندها تارجت معين او خطة او بلان معين للترميم بيبقى فيه ترميم معماري متمثل فيه بعض الشقوق وبعد الاجزاء السقطة من الجدران ده طبعا بيبقى له تعامل معين وتذبيت الاجزاء اللي هي سقطت ديات وبعد كده عندنا اجزاء بنظهر فيها الالوان وبنزيل الاتساخات وهما طبعا استعملوا طريقة الليزر في ازالة الاتساخات يعني بدون الشغل الميكانيكي اللي بنظهر به الالوان لا ده هما اظهروها بالليزر اللي ما اثرش خالص على الجدران او على الالوان ده هي البعثة الارجنتينية فعلا عملت شغل عظيم وخلينا نقول ان احنا عندنا كنز جديد بيضاف الى كنزنا في مقابر البر الغربي ومقبرة جميلة فيها عدد كبير من اللوحات لواحد من اهم الموظفين في دولة الملك اي اللي هو يعتبر اللي ربى الملك توت عن خامون قبل ما تنتهي الاسرة 18 واللي حاول يرم مما فعله الملك اخناتون في تل العمرنة شكرا لك استاذ محمد عبدالبديع رئيس الادارة المركزية لاثار مصر العليا اشتركوا في القناة